بالفعل تم التوقيع بين الوفدين التركي برئاسة إردوان والإيراني برئاسة رئيسي في طهران قبل قليل على وثيقة استراتيجية للتعاون بين الجانبين التركي والإيراني في مجالات مختلفة هذه الوثيقة تشمل عدة اتفاقيات في مجالات كثيرة ومختلفة وتمهد لتعاون كبير بين الجانبين التركي والإيراني في مجالات مختلفة منها ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتجارية أو السياسية أو حتى الأمنية والعسكرية والاستخباراتية المحور الرئيس في كل هذه المحادثات التي جرت اليوم عمليا بين جانب التركي برئاسة إردوان والجانب الإيراني سواء مع رئيسي أو مع خامنئي أو الاجتماعات التي ستكون لاحقا في القمة الثلاثية ستركز على الملف السوري على وجه التحديد ومحاولة تركية لإقناع الجانب الإيراني من جهة والرئيس الروسي أو الجانب الروسي خلال المحادثات مع الرئيس الروسي في طهران على هامش هذه القمة من جهة ثانية بعملية عسكرية تركية في الشمال السوري عملية رابعة عمليا كبيرة انطلاقا من حاجة تركيا لهذه العملية بسبب ما تقول إنه تهديد من المنظمات الإرهابية كما تصنفها لأمنها القومي في تلك المناطق تحديدا في منطقتين تل رفعة ومن بيج في ريف حلب الشمالي حتى الآن الجانب الإيراني والروسي يقولان إنهما يرفضان هذه العملية خامنئي بحسب ما نقرت عنه وسائل إعلام خلال لقائه مع إردوان قال إن تنفيذ عملية عسكرية في سوريا عفوا سيدر بالمنطقة وبسوريا وبتركيا على وجه التحديد وسيدعم المنظمات الإرهابية هذه كانت رسالة واضحة جدا وموقف واضح للبس فيه من إيران يرفض العملية العسكرية التركية التي تريدها أنقرة في الشمال السوري ولكن في نفس الوقت الرئيس الإيراني قبل دقائق من الآن تحدث عن إمكانية التعاون بين إيران وتركيا في ضبط الأمن في تلك المنطقة في مناطق الشمال السوري والتعاون في محاربة المنظمات الإرهابية ولكن تركيا علام لديه معايير مزدوجة في التعامل أو التعاطي مع المنظمة الإرهابية أنقرة منذ شهرين وهي تتكلم عن نيتها إجراء هذه العملية العسكرية كنت تسمعني علام؟ أسمعني؟ كنت أقول بأن أنقرة منذ شهرين وهي تتكلم عن نيتها شن هذا الهجوم الوشيك على قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السورية من دون موافقة إيران وروسيا على تنفيذ هذه الضربة أي خيارات متبقية أمام أنقرة في هذه الحالة؟ عمليا لا توجد أي جهة تدعم هذه العملية العسكرية روسيا وأمريكا كدول فاعلة ورئيسية في المنطقة وإيران ترفض هذه العملية وبالتالي هذه المحاور الثلاث أو الأطراف الثلاث الفاعلة في الملف السوري ترفض رفضا قاطعا تنفيذ مثل هذه العملية ولكن رغم ذلك نبيل أنقرة تقول إنها تنطلق في تعاملها مع هذا الملف من احتياجاتها الأمنية ومحافظاتها على ما تقول إنه أمن قومي لتركيا ومنطلاقا من المخاطر التي تواجه الأمن القومي التركي كما تقول أنقرة الرسمية من تلك المناطق وبالتالي بناء على هذه المعطيات على أنه يوجد خطر كما تقول أنقرة في تلك المناطق على الأمن القومي التركي فإنها ماضية في تنفيذ مثل هذه العملية سواء عملية موسعة أو محدودة تحديدا في تال رفعة ومنبج لحماية الأمن القومي التركي رغم هذا الرفض الروسي من جهة والإيراني من جهة ثانية من المهم جدا للإشارة هنا نبيل وبعجالة إلى أن جانب الرسمي التركي يقول إنه لم يتم الالتزام من الجانبين الروسي والأمريكي في الاتفاقيات التي تمت بين أنقرة وبينهما في العام 2019 عندما كانت تركيا تنفذ عملية شمال شرق سوريا ما سميت بنبع السلام والتي على أساسها تم الاتفاق مع هذين الطرفين على إبعاد المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كيلو مترا جنوبي الحدود التركية السورية بمعنى إلى عمق الأراضي السورية وإفراغ تل رفعت على وجه التهديد